وهنا انا حب ابتدي انه ما يبرهن على يسوع المسيح قيامته من بين الاموات اقام نفسه من الموت مش بس تمم النبوات وهذا شيء مذهل لا يستطيع او تتم الا فقط بالله وحده ولكن القيامة تعتبر واحدة من اهم البراهين ورح بعدين اتكلم شوي عن الادلة والبراهين القيامة ولكن اسمح لي ان اقرأ اي مكتوب فيسوع هذا اقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك بطرس عم بيكلم اليهود اللي صلبوا يسوع ولما امتلأوا من الروح القدس عم بيكلمهم ويتجمعات كبيرة يعني بتحكي مئات والاف من اليهود ويقول نحن شهود لذلك انهم رأوا المسيح بعد القيامة ثم ظهورات يسوع المسيح ورح اتكلم عنها شوي ولكن ايضا الكتاب بعلم ان المسيح تبرهن بالآيات والقوات اسمح لي ان اقرأ بعض الآيات مكتوب فكيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره قد ابتدأ الرب التكلم به ثم تثبتت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب ارادته عبرانيين اسحاح 2 والآية 3 والآية 4 في روميا 15 رسالة بولس الرسول الى كنيسة روميا اسحاح 15 والآية 19 مكتوب بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله وصلت رسالة الانجيل الى كل انحاء العالم ثم مكتوب في تسالونيك الاولى الصحاح الاول والآية 5 ان انجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط لان الكلام علش ضريبة ان انجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة ايضا وبالروح القدس وبيقين شديد في يحنى 3 آية 33 مكتوب ومن قبل شهادته فقد ختم ان الله صادق يعني الله هو اللي ختم على دعوة وارسالية وقيامة يسوع مصدق بختم الهي فالمسيح احبائي وعد التلميذ انه سيبني كنيسته وابواب الجحيم لن تقوى عليها ثم وعد يسوع المسيح الاعمال التي اعملها التي انا اعملها يعملها ايضا بل يعمل اعظم منها لانه ماضي الى ابي والوعد التالت وعد ان يرسل الروح القدس وتم التلات وعود في حياة التلميذ فاذا الرب يسوع ابتدى يبني كنيسته في يوم الخمسين عندما حل الروح القدس على التلميذ ثم التلميذ اظهروا ايات باسم الرب يسوع مثلا بطرس كان ظله بيشفي المرضى ويقيم الموتى بولوس الرسول كانوا يأتون بالمناديل والمآزر بس مجرد تلمس جسده كانت تشفي المرضى والارواح الشريرة تخرج بقوة اسم الرب يسوع المسيح لانه الروح القدس صدق وشهد ومكث وسكن وملأ التلميذ حتى يقوموا باعمال يسوع المسيح وهذا اندل على شيء بدل على مصداقية الرب يسوع المسيح يسوع الناصر رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم اعمال اتنين اي اتنين وعشرين تعرف احبائي بطرس برضو عم بيكلم اليهود في يوم الخمسين في الاسحاح التاني واليهود والرؤساء الكهنة والرؤساء اللي عم بيحضروا هم صلبوا يسوع وشافوا وادركوا ان يسوع مات وضعوه في القبر لكن المسيح قام وقال التلميذ نحن شهود لذلك وانه تبرهن يسوع امام عيونكم يعني لم يفعل شيء بالخفاء كان واضح كل الوضوح امام عيون الجميع انه صنع عجائب آيات في وسطكم ولم يستطع احد ان يضحض التلميذ لانه كانوا بيتمتعوا بمصداقية الهية كانت معهم اشتركوا في القناة